السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال مرحبا بكم في قناة أم سندوس اليوم جيتكم بوصفة الكيك الفريز اللي كانت تعمروا به الكيك ديزاين ونخليكم مع المقادر وطريقة التحضير بالنسبة لهذا الكيك اللي شاركت معاكم سأخذي الكوغد وخلطوه مع الكريمة السائلة من بعد ما تربطوه وطلع لي على الشكل الغوز وانتوما كتشوفو را فايتلي ووريتوليكم عمرت به لطاخت هانتوما من بعد ما خليتو فتلاجة ليلة كاملة وهناي غادي نوريكم المقادر وطريقة التحضير بالنسبة المقادر استعملت الفريز الكنجلي اللي شريتو فيه 750 جرام كما كتشوفو معايا وهناي قدرت جوج معلق الحمض وبالنسبة للسكور قدرتنا 4 معلق وعلى حساب الدوق وبالنسبة للميزينة سوف نستعمل 4 معلق كبار الميزينة وطل الخرعة سوف نقوم بها وانتوما تشوفو معايا المراحل كما كتشوفو سوف ندير فيها الفريز الكنجلي سوف نزيد عليه عسر الحمض وسوف نزيد شوية اذا كانت تحضر الكنجلي وسوف نصف نظام الميزينة سوف نضيفهم على نار مهلا حتى يبدأ في الغلايا ونحيضوا ونضربوا وانتوما تشوفوا معايا المراحل ويشرح لكم أكثر نضيف الفريز في الثلاجة سوف نضيف الفريز حتى تكملي 800 جرام هذا العبار الذي أعطيتكم 800 جرام المهمة من بعد أن نضيف الفريز سوف نضيف الفريز في الثلاجة سوف نضيف الفريز سوف نضيف الفريز مباشرة كما ترون معي سوف نضيف الفريز ومن بعد سوف نضيف الفريز سوف نضيف الفريز سوف نضيف الفريز ونقوم بتنزم المايزينة نضيف الفريز نضيف المكونات حتى نصف المكونات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة